السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله درس جديد من دروس التوحيد للصف الأول الإعدادي الأزهري تكلمنا في الدرس الماضي عن مبادئ في علم التوحيد وإن شاء الله النهاردة هناخد أقسام الحكم العقلي من الوهلة الأولى يمكن أن أنت لما تسمع أقسام الحكم العقلي تجد أن الأمر تجد في صعوبة تمام يعني إيه الحكم العقلي العقل بتاعي الإنسان العقل بتاعي الإنسان بيحكم على الأمور بتلت أقسام أي شيء بالنسبة لك بعقلك بتحكم عليه بتلت أشياء وبتلت مسميات إن دي حاجة اسمها واجب عقلي وحاجة اسمها مستحيل عقلي وحاجة اسمها جائز عقلي طب إيه هو الواجب العقلي؟ هو الذي لا يقبل ما لا يصدق العقل بعدمه الواجب العقلي ما لا يصدق العقل بعدمه يعني ده شيء العقل ما يصدقش إن هو مش موجود تمام؟ أو إن الشيء ده يحصل فيه إنعكاس زي إيه؟ زي الواحد نصف الاثنين هو الواحد نصف الاثنين ما هيجيش في توقيته تقولك الاثنين نصف الواحد يبقى الواجب العقلي هو ما لا يصدق العقل بعدمه إن ده الشيء ده اللازم هيبقى موجود زي وجود الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي بينظر بالعقل بالعقل ويتفكر إلى الكون المنظور اللي بتنظر إلى السماء وإلى الأرض وإلى الجبال وإلى كذا بيعلم بوجود الله سبحانه وتعالى ولذلك وجود الله سبحانه وتعالى الأمر ده أمر عقلي بديهي الأمر ده أمر عقلي بديهي وواجب عقلي فأي شيء بيقع في عقل الإنسان بيدور حول الثلاث أقسان أول شيء الواجب ما لا يصدق العقل بعدمه طيب عندنا المستحيل عكس مين عكس الواجب الواجب ما لا يصدق العقل بعدمه المستحيل ما لا يصدق العقل بوجوده ده شيء مستحيل إنه لا موجود زي إنه نقول الولد أكبر من أبيه الولد أكبر من أبيه ده شيء لما نقوله الواحد ان فيه ابن اكبر من ابيه هيقول ايه لا ده شيء مستحيل على طول ايه اللي حكم هو العقل العقل بتاعك بيحكم بذلك ان انت بتقول ده شيء مستحيل ان لما نقول وجود شريك لله سبحانه وتعالى يدبر الكون مع الله تبارك وتعالى شريك ويخلق ويفعل وكذا وله شريك فهذا الامر مستحيل عقلي ده دي الامثلة الامثلة على كده لان لو جالك مثلا في سؤال يقول لك اذكر اقسام الحكم العقلي مع التمثيل لكل ايه قسم فانت عايز تعرف الايه الاقسام بس عايزك تفهم الواجب العقلي المستحيل العقلي عكسه طب الجائز هي درجة بين الاتنين ها يعني ايه هو ما يصدق العقل بقابلية وجوده وعدمه حاجة ايه في عقول من الناس عقول من الناس هتختلف فيها زي مثلا احياء الله العباد بعد موتهم اللي هو البعث تجد ان فيه اقوام وناس كتيرا ضلت في الامر ده وفيه ناس بتؤمن بالبعث بينها دي الله سبحانه وتعالى فما يصدق العقل بقابلية الوجود والعدم ده اسمه جائز عقلي العقل بيكون فيه ايه بين مرحلة الجواز بين النهور الحاجة دي موجود ممكن تبقى واجبة وممكن تبقى ايه تبقى مش موجودة او مستحيلة بيقع الامر بين هذا وزاك يبقى الواجب العقل ما لا يصدق العقل بايه بعدمه المستحيل ما لا يصدق العقل بوجوده الجائز ما يصدق العقل بقابليته للوجود وللعدم والامثلة عندك تمام طيب عندنا معرفة الله سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى اوجب علينا في الاسلام على كل بالغ مكلف سواء ذكر او انثى ان يعلم الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى يعلم الجائز والمستحيل في حق الله يعلم الصفات الواجبة والمستحيلة والجائزة في حق الرسل ويعلم مين ويعلم اليوم الاخر يعرف اليوم الاخر لان الامور دي هي الاعتقاد هي العقيدة الانسان يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو يعلم عن الله سبحانه وتعالى ماذا ان لله سبحانه وتعالى صفات ان للرسل والانبياء لهم صفات ان في يوم اخر وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي ميزان وفي كذا يعلم عن هذا ويصدق به يقينا ويؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالرسل جميعا ويؤمن باليوم الاخر بكل ما اتى من عند الله سبحانه وتعالى في القرآن او في السنة من ايه؟ من اخبار سمعيات يبقى معرفة الله سبحانه وتعالى ان انت يجب عليك ان انت تعرف ما يجبه وما يجوزه وما يستحيله في حق الله سبحانه وتعالى ومعرفة ما يجوزه وما يجبه وما يستحيله في حق الرسل ومعرفة اليوم الاخر وعندك اقسام الحكم العقلي والامر اظنه سهل اظنه سهل لما تفهم الامر ما تحسش انه هو صعب وما تتلباخش لما يجي يقولك اذكر الواجب العقلي الواجب العقلي الشيء اللي هو ما لا يصدق العقل بعدمه المستحيل ما لا يصدق العقل بوجوده مستحيل والجائز هو ما يصدق العقل بايه؟ بقابليتي للوجود وللعدم ان شاء الله نلتقى على خير في الدرسة لك. القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته